أشياء من الدنيا غير محسوسة تأتي مجسمة يوم القيامة هي أشياء معنوية غير حسية أو جمادات كانت في الدنيا لكنها تأتي يوم القيامة مجسمة لنرى عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة الزهراء منير لأهلها فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا رياحهم تصطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخل الجنة لا يخالقهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي والألباني في صحيح الجامع وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة حديث حسن رواه الحاكم والألباني في صحيح الجامع وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند إسته حديث صحيح رواه أحمد والطياليس والألباني في صحيح الجامع وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لهذا الحجر الحجر الأسود لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم والألباني في صحيح الجامع وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شجأ ولا شيء إلا شهيد له يوم القيامة صحيح رواه أحمد ومالك والبخاري والنساء وابن ماجة وعن النواس ابن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه صورة البقرة وآل عمران يأتيان كأنهما غيابتان وبينهما شرق أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلتان من طير صواف يجادلان عن صاحبهما صحيح رواه مسلم وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال يا أهل النار فيشرئبون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع ويذبح فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا ترحا حسن رواه الترمذي والألباني في صحيح الجامع وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقول اقرأ ورقه ويزاد بكل آية حسنة حديث حسن رواه الترمذي والحاكم والألباني في الصحيح الجامع الصغير وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود حديث صحيح رواه مسلم وعن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث صحيح رواه البيهقي والألباني في صحيح الجانع وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه وهو شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه حديث صحيح رواه أحمد والنساء والألباني في صحيح الجانع وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها وما من صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطاؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطاؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه ربه عز وجل خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل حديث صحيح رواه مسلم وأحمد والنسائي شكرا للمشاهدة